هذه الصور مشاهدين التي نتابعها معكم هي للحظة انقطاع بث التلفزيون السوداني الرسمي إذن كان هناك بث على الهواء مباشرة وفي ظل كل هذه التطورات في العاصمة السودانية الخرطوم انقطع البث وهذه الصور وهذا الفيديو يظهر لحظة انقطاع البث على التلفزيون السوداني الحكومي إذن كان المذيع يتحدث ودعونا نستمع من استوديوهات التلفزيون السودان وإلى سمعنا تصل أصوات قعقهات السلاح وبعض الانفجارات المتقطعة مما يوحي بأن هناك وضعا أمنيا استثنائيا في العاصمة الخرطوم إلا أننا في داخل الهية العامة للإذاعة والتلفزيون في تلفزيون السودان وفي الإذاعة السودانية الآن الأحوال هادئة ونحاول أن نتواصل مع بعض المحللين لنقف على أبعاد ما يحدث الآن وما نستمع إذن مشاهدين تابعنا معكم هذه الصور للحظة انقطاع البث في التلفزيون السوداني تابعنا المذيع يتحدث عن الوضع يصف الوضع بأنه استثنائي يتحدث عن اشتباكات وكنا نستمع إلى أصوات إطلاق الرصاص في محيط مقر تلفزيون السوداني وتابعنا لحظة انقطاع البث عن الهواء مباشرة إذن نتابع مرة أخرى مشاهدين لحظة انقطاع البث على التلفزيون السوداني الرسمي فلنتابع نقول كلمة أنت بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم من استوديوهات تلفزيون السودان بأم درمان أطيب تحية في هذا اليوم الذي ندعو فيه الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل شر وأن يحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن هذا اليوم تشهد الخرطوم أحداثا مؤسفة في هذه اللحظات حيث نلتقيكم على الهواي مباشرة من استوديوهات تلفزيون السودان وإلى سمعنا تصل أصوات قعقهات السلاح وبعض الانفجارات المتقطعة بما يوحي بأن هناك وضعا أمنيا استثنائيا في العاصمة الخرطوم إلا أننا في داخل الهية العامة للإذاعة والتلفزيون في تلفزيون السودان وفي الإذاعة السودانية الآن الأحوال هادئة ونحاول أن نتواصل مع بعض المحللين لنقف على أبعاد ما يحدث الآن وما نستمع إذن مشاهدين تابعنا معكم هذا الفيديو نقلا عن التلفزيون السودانية الرسمي هذا المذيع الذي كان يتحدث ويبدو بأن الأمور أيضا كانت مفاجئة بالنسبة لهم خرج على الهواء مباشرة وكان يصف ما يحدث وتحدث عن اشتباكات في مقر التلفزيون السوداني والإذاعة السودانية في أم درمان وكنا نسمع الأصوات أصوات إطلاق الرصاص من مقر التلفزيون وهو يقوم بوصف المشهد وكان يقول بأن الوضع داخل مقر التلفزيون والإذاعة السودانية بالهادئ وكان يتحدث بأن هناك وضع أمني لربما استثناء بيئة الخارج لينقطع البث مباشرة على الهواء